موسيقى السلام عليكم طلاب كاتو طلابنا العزاء طلاب الصف الثاني متوسط نرحب بكم فضاية العراق التربوية ونقدم لكم اليوم حلول أسئلة الاختبار الأسبوع الحادي عشر إن شاء الله رح نكونوا إياكم بحل هذه الأسئلة وما ننسى أنه نتابع الحلول على منصتكم منصة نيوتن التعليمية طبعا اليوم رح يكون عندنا أيضا حلول أخذناها من طلبة مشكورين طبعا رح نستعرضها وياكم إن شاء الله على قدر الوقت اللي يكون عندنا وراها نبدأ بنحل الأسئلة بالحل النموذجي تابعوا إيانا طبعا رح يكون عندي بالنسبة للطالب الأول اللي أخذت من عند الإجابة مشكور طبعا الطالب نور الدين صدام عبدالستار من طبعا صف الثاني متوسط متوسطة سومر للبنين مديرية تربية بغداد الكرخ الأولى السؤال 11 طبعا مجاوب عليه ما التعابية المنطقية عددها واذكر مثالا هي جمل أو أدوات يكون ناتجها نتيجة تطبيق العمليات الحسابية اللي هي رح يكون عندي الأنت والأور والنوت والأكس أور رح يكون طبعا نواتجها أما فولس أو ترو إجابة صحيحة بالنسبة للطالب نور الدين إجابة صحيحة إن شاء الله رح نشوف الإجابة الموذجية بعد ما نستعرض الإجابات السؤال الثاني عشر من الجداول المنطقية يعطي أحد تلك الجداول الإجابة هنا هي الجداول الرياضية تستخدم لمعرفة ماذا إذا كان التعبير المعطى صحيحا لجميع مدخلات القيم هنا الطالب نور مسوينا جدول هذا الجدول طبعا على الأي والبي وهنا رح يكون طبعا هنا الأي رح يكون عندي مدخل Hug ومدخلyani وهنا رح يسوي لي العملية المنطقية اللي هي Under بين الأي وبين البي أو ماخذ طبعا اللي هي True 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 Under True أكيد True والبقية رح يكون عنده كلية Fals لأنه هو مستخدم اللـ And والـ And عندي فقط بين الترو والترو يكون عندي True والبقية كلية يكون false هذا بالنسبة للسؤال الثاني عشر بالنسبة للطالب نور الدين صدام نجي على طالب آخر بالنسبة للسؤال الرابع عشر أين تستخدم التعابير المنطقية وما نتيجة تلك الأدوات طبعا الطالب الذي أخذنا من عنده الإجابة أيمن علي سلمان الصف الثاني متوسط متوسطة سومر للبنين المديرية تربية بغداد الكرخ الأولى مشكورين طبعا نجي على السؤال الرابع عشر اللي هو بالنسبة لإجابة الطالب أيمن علي السؤال اللي يقول أين تستخدم التعابير المنطقية وما نتيجة تلك الأدوات طبعا إجابتها هي نتيجة تطبيق العمليات الحسابية والعلاقية نتيجة لاستخدام جدول رقم ثلاثة خلينا نجي نشوف طبعا التعابير الحسابية طبعا الآنت اللي هي true and true مثلا true else البقية رح يكون عندي false هنا شارح العمليات اللي هي ممكن أنه تكون عمليات تكون منطقية أيضا إجابته جيدة ولكن إن شاء الله رح نوضح أكثر بالنسبة إلى إجاباتنا نجي على السؤال خامس عشر باستخدام التعابير المنطقية أذكر مثالا فيه الأدات المنطقية هنا الطالب أيما مستخدم هذا هنا رح يكون عندي متغير اسمه res1 يساوي لنا a and b طبعا هنا رح يكون عندي ما أخذ هو the a باعتباره true والb باعتباره false إذن النتيجة أو result رح تكون عندي true لأنه عنده ما أخذ بين the a والb ما أخذ بين the a and b ومنبه على the a يكون هو true ومنبه على the b يكون عنده false فأكيد يا أيمن رح يكون عندنا النتيجة false لأنه أحنا استخدمنا and والand قلنا من رح يكون بها true ويال false فأكيد نستخدم يكون النتيجة false وليس true فقط على هذا التنبيه عزيز الطالب لأنه الand أصلا أنت رح تأخذ اللي أخذته من القوانين اللي موجودة عندك أنه الand اللي يكون عندي فقط بين the true والtrue هو true والبقية كلتها كلتها يعتبر false فأنت ما أخذ the a وما أعتبره true وما أخذ the b وما أعتبره false فنأخذ بين the a والb بين the true بين the false فأكيد الناتج يطلع false وليس true هذه بالنسبة للإجابات ما طلبه اللي استلمناها مشكورين طبعا نجي على الإجابات النموذجية إن شاء الله كوني أأكل بالنسبة للسؤال 11 ما التعابير المنطقية عددها واذكر مثالا على ذلك طبعا تعابير المنطقية اللي هي logic boolean expression طبعا أيضا تسمى التعابير البولونية وهي جمل أو أدوات جمل أو أدوات يكون ناتجها أما true أو false وهي نتيجة تطبيق العمليات الحسابية والعلاقية وتشمل الانت والأور والأكسور والنوت طبعا عزيز طالب أحنا عدنا أكثر من أكثر من جملة جملة منطقية ولكن اللي أنت أخذت حاليا في التعابير المنطقية هي فقط هاي اللي موجودة عندك بعد أكو أكثر من عدها ولكن حاليا في هذا الفصل الدراسي أنه تكون عندك هاي فقط أنت مشمول عندك بهالشي هذا إذن التعابير المنطقية هي جمل أو أدوات يكون ناتجها أما true أو false ومثل ما تعرف عزيز طالب أحنا عدنا بالبرمجة عدنا دائما الشرط الشرط اللي يوقف عندي العملية العملية البرمجية أو ممكن أنه ينطيني خيارات بين الشروط فالعملية المنطقية تفيدني جدا بمعرفة أو في ضبط إعداد الشرط فإذا يكون عندي true ممكن أشتغل شيء بالبرنامج وإذا كان عندي false ممكن أشتغل شيء آخر بالبرنامج بنفس الوقت هذا بالنسبة لإجابة السؤال الأول نجي على السؤال 11 نجي على السؤال 12 ما الجداول منطقية اذكر أحد تلك الجداول طبعا هي جداول رياضية مثل ما قلنا تستخدم لمعرفة ماذا كانت تعبير المعطى صحيحا لجميع مدخلات القيم أحدى هذه الجداول جدول الاند طبعا هنا جدول الاند مثل ما قلنا عزيز الطالب الاند رح يكون عندي كل المدخلات إذا كانت true إذا كان true ويا true رح يكون عندي فقط اللي هو true والبقية كلتها تكون false والدليل هذا الجدول اللي موجود عندي حاليا اللي true ويا اللي true رح يخرج لي true والبقية كلتها اللي true ويا الفولس والفولس ويا الفولس كلتها يخرج لي على الفولس هذا بالنسبة للسؤال الثاني عشر الإجابة الخاصة به نجي على السؤال الثالث عشر ماذا تعني العملية يساوي مرتين ماذا وبماذا تفرق عن عملية يساوي اللي هي مرة واحدة عزيز الطالب مثل ما تعرف إحنا اليوم إذا نستخدم بالبرمجة العمليات الرياضية فأكيد أكو عدنا عمليات أنه استخدامها يكون خاص أو يكون استخدامها غير الاستخدام اليوم أنا من أجي أكتب جذر من أجي أكتب جذر بالكتابة العادية رح أكتب هذا بس ولكن بالعملية البرمجية أو ممكن أنه من أجي أنا أحتاج أنه أكتب خمسة وس ثنين في الرياضيات بصورة عادية ما يصير أنا أجي أكتبها خمسة وس ثنين برمجيا ولكن عندي أقول خمسة وس ثنين اللي هو هذا التعبير للأس أي إذن هنا عدنا عملية هاي العملية تعتبر يساوي يساوي هاي العملية من أجي أقارن رقم برقم يعني اليوم أنا أحب أسأل البرنامج هذا البرنامج أقول الخمسة تساوي الخمسة فأكيد ما رح أجي أقول الخمسة تساوي الخمسة رح يعتبرها عملية بالنسبة إلي خاطئة لأنه إذا خليت يساوي واحد فقط رح تعتبر جملة إحلال وجملة الإحلال لازم يكون الجهة اليسرى بها لازم تكون عبارة عن متغير ولكن ممكن أنه أقول خمسة يساوي يساوي خمسة معناته أنه داس البرمجيا أنه الخمسة تساوي الخمسة هذا بالنسبة للجواب خلني نشوف الجواب تستخدم العملية يساوي يساوي في العمليات العلاقية أي المقارنة بين متغيرين أو حالتين صح أو خطأ مثال ذلك خمسة يساوي يساوي خمسة أي هي عبارة صحيحة لأنه أصلا الخمسة تساوي الخمسة أما علامة اليساوي من خلين علامة اليساوي معناته صارت جملة إحلال ومعناته أنه بين متغيرين أو قيمة مثال ذلك X يساوي خمسة معناته أنه خليلي الخمسة بالX معناته أنه كلما سأقرأ قيمة X من البرنامج سأشوفها هي خمسة سأثبتها بداخل قيمة X هذه بالنسبة لإجابة السؤال الثالث عشر نأتي إلى إجابة السؤال الرابع عشر أين نستخدم التعابير المنطقية وما نتيجة استخدام تلك الأدوات طبعا تستخدم مع الجملة المنطقية الخطوات ضمن البرنامج لحل مسألة يكون ناتجها أما True أو False نتيجة تطبيق العمليات الحسابية والعلاقية ثم توقف عزيز طاب ونبهنا على الموضوع أنه أما يكون عندي True أو False أكيد هذا سأستخدمه أنا بالشرط فأكيد أقدر أشرط على البرنامج الذي أنا مصممه أنه يكون إذا كان عندي الشرط True أقدر أسوي فتشي وإذا كان عندي False ممكن أنه أسوي شيء آخر بنفس البرنامج هذا بالنسبة لإجابتنا للسؤال الرابع عشر نأتي على السؤال الخامس عشر وهو السؤال الأخير اليوم في أسئلتنا لهذا الأسبوع السؤال الخامس عشر باستخدام التعابير المنطقية أذكر مثالا تستخدم فيه الأداة المنطقية نستخدم بالأداة المنطقية نستخدم التعبير المنطقي اللي هو Ant اليوم طبعا عندي أكثر من تعبير منطقي مثل ما تعرف اللي هو الاند والأور والأكس أور فاليوم اللي أخذنا الاند ورح نطبق عليه مثال بسيط إنه شون نطبق جملة الاند على العمليات اللي تكون موجودة عندي وتكون مربوطة بشط طبعا المثال إنه يقول F الثمانية أكبر من الاثنين فأكيد إجابتها شنو هاي إجابتها True F الثمانية أصغر من الاثنين الإجابة أكيد رح تكون شنو False عندي فأني بما أنه ما أخذ أند إذن هاي رح يكون إجابتها True وهاي رح يكون إجابتها False رح يكون عندي هنا True وهنا رح يكون عندي هنا False فبين True والFalse رح يطلع الناتج أكيد False ومثل ما قلنا عزيز الطالب الاند هي فقط بين True والTrue يعتبر True والبقية يعتبر False إلى هنا عزيز الطالب نأتي معكم إلى نهاية حلول أسئلة الاختبال الأسبوع 11 نسأل الله سبحانه وتعالى لكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة